كل يوم في مفاجآت في كاس العالم المفاجآت لسه مستمرة في رابع أيام كاس العالم هزيمة منتخبين مرشحين للقب في الجولة الافتتاحية شفناهم في الفترة اللي فاتت شفنا استبسال عربي وشفنا هزيمة للساموراي شفنا الأرجنتين وألمانيا وازاي بيخيبوا التوقعات والأمال وانتصارات عريضة لإسبانيا ولفرنسا ولكمان إنجلترا مفاجآت كتير شفناها مبارح وعلى بضل أربعة أيام معنا محمد خالد ناقد الرياضي بنوارنا في الستوديو هنتكلم معاه أسطر عن اللي حصل في الفترة يا فاتت متوقعين اللي يحصل في الأيام اللي جاية أهلا وسهلا بك أحمد صباح خير عليك صباح خير محمد مخصوص من أنا معكم أحنا سعداء وجودك معنا في النسخة العربية بقى من مونديل عشرين واثنين وعشرين نلاقيين صحوة عربية واستبسال عربي شديد إحنا كان عندنا أربع منتخبات يعني موجودين بيمثلونا برغم أن البداية البهتة للمنتخب القطري ولكن الثلاث منتخبات بعد كده العرب لعبوا بشكل مبهر جدا السعودية شدت الناس معاها؟ أكيد ولا عملت إيه؟ ولا هي كتوش السعد ولا كانت ضربة البداية؟ ولا إيه اللي حصلت؟ بصراحة يعني زي ما الناس كلها وصفت فوز السعودية على الأرجنتين بالإعجازي السعودية قدمت مباراة كبيرة جدا جدا استحقت أن هي تخرج منها كسبانة ثلاث نقاط ما هتمتش أن هي بتواجه منتخب كبير زي الأرجنتين كان عندها هدف كان عندها طموح أن هي تبدأ كاس العالم بشكل مميز بالفعل ما بصتش للأسماء السعودية لو كانت بصت للأسماء والفورق الكبيرة اللي بينها وبين الأرجنتين كانت تتغلبت من نتيجة كبيرة جدا لكن السعودية أمنت بنفسها أمنت بقدرات لعبية كمنتخب السعودي يعني أمن بنفسه أمن بقدرات لعبية قدم شرط أول إلى حد ما مميز مميز ما كانش أفضل ما يمكن لكن بداية الشوت الثاني كان واضح جدا أن هيرفي رينارد المدير الفني يتكلم مع لعبية بين الشوتين فإن هما يقدروا منتخب الأرجنتين ما بدأش برضو بالشكل المرعب هو دائما نتكلم معهم بين الشوتين يعني فيه فيديوهات انتشرت لي طبعا هي مش من المباراة الأخيرة بتاعة الأرجنتين لكن مباراة سابقة هو مدرب حباسي جدا بيعرف يحمس بالظبط بيعرف يحمس لعبته بشكل كويس جدا بيعرف يتكلم معهم بيعرف يخرج منهم أقوى وأبرز ما فيهم نزلوا الشوت الثاني مع بداية الشوت الثاني هي دي كانت نقطة التحول في المباراة الضغط الكبير جدا اللي شكله المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتين في ظرف عشر دقايق بالظبط السعودية كانت تسجلت هدفين إدوهم ثقة وإدوهم رغبة وإدوهم طموح كبير جدا في أن هما يقدروا يطلعوا من المباراة كسبانين الهدفين اللي سجلهم المنتخب السعودي خلنا نشوف ارتباك في صفوف المنتخب الأرجنتيني شوية حس أنه بيلعب فريق تاني غير اللي كان بيواجهه في الشوت الأول صحيح برضو الشوت الأول المنتخب السعودي ما كانش بالسوء اللي الناس ممكن تكون متخيلة لكن كان أداءه دفاعي شوية كان عنده حرص زائد الأفاكت بتقول كده كله كان متوقع وده طبيعي بتلعب بمنتخب الأرجنتين فريق جاي من 36 مباراة متتالية بدون هزيمة فلازم أنزل قدامه بحرص شديد وبحرص زائد خلص أنه بيملك لعبين كبار جدا على رأسهم ليون الميسي طبعا واحد من أفضل لعيبة في تاريخ كورة القدم فالأداء تحول في الشوت الثاني ولعيبة السعودي حست أن هي تقدر وحست أن هي الفرصة موجودة أن يتحقق إنجاز تاريخي في اليوم ده بالفعل نزلوا ضغطوا على الأرجنتين في الشوت الثاني سجلوا هدفين شفنا ارتباك في صفوف المنتخب الأرجنتيني ثبات وأداء دفاعي كبير وتصديات هيلة من الحرص محمد العويس خرج منتخب السعودي هامن المباراة فائز أكد لنا وأثبت لنا أنه ما فيش حاجة اسمها مستحيل في كورة القدم أثبت لنا أنه بالصبر والاستقرار والدوافع أي حد يقدر في كورة القدم عادي ومش مقتصرة على المنتخبات الكبيرة والمنتخبات المصنفة يعني عظيم آخر المشاركات العربية كانت للمغرب مبارح مظبوط شايف المباراة كانت عاملة إزاي؟ وهل كان في حظوظ المغرب أنها تفوز بهذه المباراة؟ بالضبط يعني خلينا ناخد من الآخر كده ونقول أن المغرب كان عندها الفرصة أنها تكسب كرواتية أنا شايف أن المغرب أهضرت فرصة أنها تخرج من المباراة كذب أنا ثلاث نقط وتقطع شهود كبير في التأهل لدور الستاشر لكن المجموعة لسه فيها كلام صحيح المجموعة مش سهلة إحنا كنا متوقعين أن كندا ممكن تبقى بالخصن إلى حد ما الهين شوية لكن قدمت مباراة كبيرة جدا جدا قدام منتخب بلجيكا وكانت قريبة من التسجيل في أكتر من مناسبة لكن لو هنرجع للمغرب مرة تانية المغرب ظهر بشكل مميز ما ننساش أن المنتخب كرواتية هو وصيف بطل العالم في نسخة 2018 ووصل لمباراة هائية وتغلب من المنتخب فرنسا فبرضو كان فيه سنة حرص شوية بيملك لعيب كبير جدا زي لو كان مدرش نجم أسط ريال مدريد لعيب مميز ولعيب مهم كان معمول حسابه بشكل كبير وكان باين جدا من المدرب وليد الكراكي مدرب المغرب أنه عامل حساب مدرش بشكل كبير وكان فرد عليه فرد رقابة لصيقة جدا على مدار شرطي المباراة لكن المجموعة لسه فيها كلام المغرب تقدر منتخب بلجيكا شوفنا منتخب مصر قدم قدامه مباراة عظيم وقبل بداية كاس العالم ووصل رسالة للمغرب أن تقدروا تكسبوا بلجيكا زينا منتخب بلجيكا ما بقاش الخصم الشارس لو كان في 2018 لحد 2020 بدأت اللعيبة تنزل بالمستوى شوية خلال الفترة الأخيرة فالمباراة جاية للمغرب قدام بلجيكا أنا مش شايف أن الموضوع معقد لو قدروا يكسبوا بلجيكا وياخدوا ثلاث نقاط ووصلوا لأربع نقاط قبل مباراة كندا أنا شايف أنها تكون الأمور في صالحهم في نحو التأولى دول 16 إن الدية اللي شعر بيها اللعيبة العرب قدام أبطال العالم والأسماء الأشهر والأكثر بروزا في الفترة اللي فاتت أعتقد أنها ممكن تساعد المغرب أن تتعامل مع الموقف وتتعامل مع بلجيكا يعني بتقدر تقابل المنتخب المصري عادي والمنتخب المصري اللي قدر يكسب بكل سهولة خلينا برضو نقول أن المنتخب السعودية فوز منتخب السعودية على الأرجنتين أدى ثقة شوية لتونس والمغرب في مباراتين الدينمورك ومبارات كرواتيا مع المغرب اللعيبة حاست أن مفيش مستحيل الموضوع سهل يعني نش عايزين نقول سهل بس في المتناول نقدر يعني الموضوع مش معقد السعودية قدمت مباراة كبيرة وده خلق دوافع عند المنتخبات التانية ومش بس هيخلق دوافع عند المنتخبات العربية سواء تونس أو المغرب ده خلق دوافع عند المنتخبات الصغيرة كمان المشاركة في كاس العالم حتى اللي من خارج الوطن العربي أو حتى قارة أفريقيا اللعيبة اللي في المنتخبات الأقل حاست أن الموضوع ممكن ليه لا الموضوع محتاج بس أن احنا نصدق نفسنا نبزل كل ما عندنا ونقدر نحرج أي فريق بنقابله فاحنا بنتمنى التوفيق لتونس والمغرب في المباراتين المجبلتين أنا شايف أن الموضوع مش صعب الموضوع ممكن بس محتاج جهد كبير نقدم كل ما عندنا والموضوع في المتناول طيب أسبانيا وكستاريكا 7-0 أعتقد نتيجة تقيلة قوي جدا فمن المفترض أن المنتخبات اللي بتشارك في كاس العالم دول صفت المنتخبات بالضبط فإزاي فريق يخسر 7 يعني خلينا نتفق أن أسبانيا وكستاريكا الفوارق مرعبة بين المنتخبين سواء تاريخيا وفنيا كل حاجة عايز تقولها في الفوارق إحنا بقلنا فترة ما بنبنيش على التاريخ تمام خلاص يعني إحنا بنقول التاريخ تاريخ خلاص راح لأنه بنشوف دلوقتي بقى يا حصان السود في مسابقات معينة أو في بطولات معينة بنشوف كلمة المنتخب المرشح الأول للفوز بيخسر بمتهى سهولة بالضبط يعني برضو خلينا نقول أن صعود كستاريكا لكاس العالم وظروف صعود كستاريكا وفرص كستاريكا أقل أو أسهل من قرات تانية سواء بقى الكونكاكاف أو أمريكا الشمالية أو القرات البعيدة شوية عن أفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية فرص التأهل فيها لكاس العالم ممكن الموضوع يبقى أخف شوية فصعود كستاريكا وظهور كستاريكا في كاس العالم بداية من 2014 وتقديم نسخة للتاريخ بالنسبة لكستاريكا الموضوع بقى يعني عادي إيه يعني لما كستاريكا هتروح كاس العالم بس في كاس العالم هتقدم الأداء اللي احنا شفناه مبارح وهتظهر الفوارئ الكبيرة بين كستاريكا عفوا وبين أي منتخب تاني فشفنا منتخب أسبانيا مبارح منتخب أسبانيا لويس إنريكي عامل خليط كده وتوليفة كده بين اللعيبة الشباب الصغيرة واللعيبة الخبرات فالمنتخب بقى كله أو معظمه يعني 70% منه قوامل الأساسي بتاعه لعيبة سن صغير لعيبة عايزة تستعيد أمجاد الكرة الأسبانية اللي سطرتها من 2008 إلى 2012 بتحقيق بطولتين يورو وبطولة كاس عالم بيملك المنتخب العناصر الأداء مش بس لعيبة صغيرة لعيبة متقلقة جدا مع أنديتها سواء في برشلونة أو في ريال مدريد أو حتى لعيبة المحتلفة خارج الدوري الأسباني وبتلعب خارج الدوري الأسباني فإنريكي بقى لهم معاهم كذا سنة قدر يشربهم الطريقة وقال طريقة بتاعت الكرة الأسبانية التي كي تاكا واللعب السريع من لمسة واحدة فاللعيبة بتملكوا المقومات دي وساعدت إنريكي في أنه هو ينفذ طريقته وينفذ تكتيكو وأسلوب لعبه وظهر المستوى المنتخب الأسباني ظهر عليه مبارح وكانت النتيجة مستحقة بشكل كبير كانت سيطرة تمة يعني على المباراة طيب إحنا شفنا سيناريو أول مبارح لأنه بيتكرر مبارح فكرة الفوز بهدفين عن طريق أن الناس تقدر تاخد الهزيمة وتحولها لنصر شفنا ده في السعودية أول مبارح وشفنا ده مبارح في اليابان منتخب ألمانيا إحنا عارفين أنه منتخب بشديد البراعة وإحنا عارفين أن منتخب اليابان يعني منتخب جيد ولكن لم نتوقع أبدا أنه يكون بالقوة إيه اللي حصل؟ خلى السامورايا نطفد بالمنظر التالي طبعا هزيمة ألمانيا في كاس العالم من أي فريق خارج أمريكا الجنوبية وأوروبا بتبقى مفاجئة للناس كلها المنتخب ألمانيا دايما واحد من المرشحين للفوز بكاس العالم في كل نسخة يمكن على مدار التاريخ مش مثلا في الكام سنة الأخيرة أو في الكام بطولة الأخيرة لا منتخب ألمانيا دايما داخل كاس العالم وهو مرشح للتتويج بالبطولة فخسارة ألمانيا من منتخب غير المنتخبات المرشحة والمصنفة للفوز بكاس العالم بتبقى مفاجئة لنا لكن منتخب اليابان منتخب كبير منتخب أثبت على مدار السنين اللي فاتت أنه منتخب بيتطور ومنتخب عنده طموح دايما لتحقيق نتائج جيدة في كاس العالم عنده فرقة مميزة عنده عناصر هيلة بتمتلك خبرات وبتمتلك إمكانيات كبيرة شفنا اليابان في كاس العالم 2018 خارج في الدقيقة 93 من منتخب بلجيكا في دور 16 كان كسبان 2-0 لكن الفوارق كانت بين اللعيبة والخبرات قدرت أنها تنقل النتيجة أو تحول النتيجة من فوز اليابان لفوز بلجيكا فوز اليابان بالنسبة لي مبالح ممكن يتصنف أنه فوز عادي لو كان على منتخب غير ألمانيا لكن هزيمة ألمانيا هي اللي خلقت الحالة دي وهي اللي خلت الناس تقول أن اليابان حققت مفاجأة كبيرة جدا جدا لكن منتخب اليابان منتخب مميز أنا شايف أنه فوز مبارح عنده مباراة إلى حد ما مضمونة المباراة الجاية قدام كستاريكا ممكن يضمن بيها أو يقرب بيها من التأهل لدور 16 وهنا هيخلي مباراة أسبانيا وألمانيا مباراة ضرب نوع ألمانيا هتبقى آخر فرصة لها المباراة الجاية فإن هي لازم تحقق فوز عشان تجدد دوافحها وتجدد أمالها في التأهل لدور 16 أي نتيجة تانية معناها خروج ألمانيا من دور المجموعات للمرة التانية على التوالي وده هيبقى حدث تاريخي لأول مرة يحصل في تلك ألمانيا محمد خالد الناقض الرياضي ألف شكر لك شكرا جزيلا شكرا